اشكر دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة على كلمتها الشاملة والقيمة وما تضمنت من موضوعات هامة طويلا تفضل نعم طويلا صاحب السمو الشيخ صباح اذا سلمكم بسم الله الرحمن الرحيم جلت الملك حمد بن عيشاء الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة مع علي تير لماي رئيسة جراء المملكة المتحدة الصديقة اصحاب الجلالة والسمو اصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشكرني بداية ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى اخي جلالة الملك حمد بن عيشاء الخليفة على استضافته لهذه القمة الهربة مع حليف استراتيجي ارتبط به بعلاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح استراتيجية في وقت نشهد فيه تحديات سياسية واقتصادية واملية تتطلب التشاور والتنسيق للوصول الى رؤية مفتركة يتمكن من خلالها من مواجهة تلك التحديات كما يسرني ان اجدد الترحيب في معالي السيدة تيريزا ماي رئيسة جراء المملكة المتحدة مشيدا في هذا الصدد بما تضمنته كلمة جلالة الملكة استهلالية من حبارات انعكست عمق ومتانة العلاقات الخليدية البريطانية والبعد الاستراتيجي لتلك العلاقة فقد اثبت الاحداث الدولية عمق وصلابة العلاقة مع المملكة المتحدة باعتبارها حريف تاريخي عبر الدور الكبير الذي سلعبه في إلساء الأمن والاستغرار في المنطقة وتأتي هذه القمة اليوم لتضيف أبعاد أخرى إلى هذه العلاقة للانطلاق بها إلى أفاق أرحب تعكس عمقها وتجذرها استكمالا لشلسلة اللقاءات التي تأخذ على كافة المفتويات بين مجلس التعاون وبريطانيا حيث يتواصل العمل المفترك بين مجلس الأمن بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة من خلال الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية والذي يشكل امتدادا للجهود المبذولة لتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المفترك والتي انبثقت عنه خطة العمل المفترك التي نسعى إلى توسيع نطاقها وتمديد إطارها الزبري أصحاب الجلالة والسمو تعتزد بلادي في الكويت بعلاقات الصداقة التاريخية الرازمة والمتميزة مع المملكة المتحدة والتي بدأت منذ قرون المغت كان سعينا المفترك فيها متواصلا لتوطيدها وتعزيزها في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية واستذكر هنا بكل التقديد الدور البارس التي قامت وتقوم به مريطانيا في دعم أمن دولة الكويت من الأخطار التي واجهتها وصولا إلى دورها التاريخي وجهودها في تحليل دولة الكويت من القزب والاحتلال الغاسمين إن اعتزازنا بهذه العلاقة الوطيدة يدفعنا إلى العمل وبكل الجهد لتعزيزها وإيجاد السبل الكفيلة التي تفتح أفاق جديدة تضيف أبعاد أخرى لهذه العلاقة المتميزة فكانت توجه لتشكيل لجنة مشتركة تضم كافة القطاعات ذات العلاقة في البلدين استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق خطوات مهمة في طريق الانطلاق بهذه العلاقات بما يعزز التواصل بين الشعبين الصديقين ويضائفه من الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا وسيستمر هذا العمل لنضمن بلوغ الأهداف التي نسعى إليها ونصول بها العلاقات الاستراتيجية التي تربط ولدينا الصديقين وفي الختام أجدد الترحيب بمعالي السيدة تريزة ماي وتمنيا لأعمال افتماعنا كل التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته